ترجمة نانسي قنقر حققت مملكة البحرين إنجازاً جديداً على الصعيد الدولي حيث اختيرت ضمن نواب رئيس المؤتمر العام التاسع والثلاثين لمنظمة اليونيسكو المنعقد حالياً في مقر المنظمة في باريس حيث نالت المملكة ثقة الدول الأعضاء بعد أن نالت تسكية المجموعة العربية ثم اعتماد المؤتمر العام الذي يمثل الدول الأعضاء في المنظمة وعددها 195 دولة إن اختيار مملكة البحرين ضمن نواب رئيس المؤتمر العام من قبل الجميع الدول المشاركة في هذا المؤتمر وعددها 195 دولة يؤكد السمعة الطيبة التي وصلت إليها البحرين بفضل قيادتها الحكيمة على الصعيد الدولي ويعكس بصورة واضحة تغدير المجتمع الدولي للجهود التي تبذلها مملكة البحرين في أعمال اليونيسكو ولجانه العديدة وعلى صعيد آخر التقى الوزير المديرة العامة للمنظمة السيدة إيرينا بوكوفا بمكتبها بمقر اليونيسكو حيث عبر لها عن شكر مملكة البحرين على الدعم الكبير الذي قدمته خلال فترة رئاستها للمنظمة على مدار ثماني سنوات في مختلف مجالات اختصاصها وخاصة دعمها المتواصل لجائزة اليونيسكو الملك حمد بن عيسى الخليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في التعليم هذا ويترأس وزير التربية والتعليم حاليا وفد مملكة البحرين المشارك في الدورة التاسعة والثلاثين للمؤتمر العام للموظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة التي تنعقد في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة 195 دولة وبحضور عدد من رؤساء الدول والوزراء وكبار المسؤولين والمختصين والخبراء في مجالات التربية والعلوم والثقافة هذا المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة فهو يناقش استراتيجية اليونيسكو في المرحلة القادمة في الفترة الممتدة من 2015 إلى 2030 ويركز بشكل كبير على الأمور التي تتعلق بالتعليم خصوصا في مجالين مجال تطوير التعليم ومتابعة كل ما هو جديد وفي نفس الوقت تناقش هذه الاستراتيجية احتياجات الكثير من الأطفال الذين يعانون من ويلات الحروب في الظروف السياسية التي يشهدها العالم فلذلك المؤتمر من خلال لجانة يراعي كل هذه المتطلبات المهمة في المرحلة القادمة وبإذن الله ستكون مملكة البحرين طرفا فاعلا في تحقيق هذه الاستراتيجية وأخذها بعين الاعتبار من حيث جدولها الزمني أو أهدافها وكما نجحت في المرة السابقة في تحقيق أهداف التعليم للجميع قبل الوقت المحدد له سيكون لمملكة البحرين دور بارز على هذا الصعيد لكي تحتل دائما المكانة التي تستحقها بين الدول يذكر أن المؤتمر سيشهد تنصيب المديرة العامة الجديدة للمنظمة الفرنسية السيدة أودري أزولاي وتوديع المديرة العامة السابقة السيدة إيرينا بوكوفا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة